كل اللي انا بقوله دوت هيمشي معاكي بقى الـ بنجيب ترمس مطحون مية مواد تمام بنخلطهم ببعض بندعت بيهم الجسم كله كله بالمناطق الحساسة وبيقعد بالزبط ربع ساعة عالجسم انا بدخل الحمامي طبعا انا الشوار بتاعي انا بملع البنيو مية دافية انا بقولك طريقة الحمام المغربي داخل البيت بدون لجوء لأي سنتر سواء بقى بعد الكورونا او قبل الكورونا انا بوفى عليك تدفعي الافات في الموضوع دوت بتفتح الحمام بتعملي مية دافية داخل البنيو او سيء ايا كان حتى لو مفيش بنيو انت بتغذي بتبلي جسمك ترطب بمية دافية مية ان انت تقدر تستحمليها مش مية عادية او خفيفة او اللي انت بتشربيها لأ مية تقدر جسمك يستحملها بيدبل الجسم تمام بتشتري من الصيدلية حاجة اسمها ليفة مغربي بتبتدي تتعاكي بيها جسمك بشكل دائري كله بيبتدي يطلع حاجات زي الشعرية كده والجلد الميت كله من الجسم خلاص خلصنا المرحلة من تدبيل الجسم والجلد وفرقه بالليفة كلها تمام بندخل على الماسكات بنعمل ماسك الترمس معي مية مواد يعني نص كباية ترمس مع نص كباية مواد وبيتقلبه مع بعض كويس مع شوية مية فطرة على اساس ان هو يبقى معاكي زي العجينة ملمسه زي العجينة وتبتدي بحركة دائرية تدعاكي الملمس بتاع جسمك كله وبتصيبهه ربع ساعة بعد ربع ساعة مباشرة انت بتشتفي جسمك بالمية السخنة اللي انت بتاخدي دوش بيها عادي خالص الشعر بتاعك عادي خالص بترجعي بتحطي ماسك اسمه ماسك اللبن يا اما بتعمليه في البيت يا اما بتشتريه برضو من الصيدلية ماسك حليب اسمه ماسك حليب في متناول الجميع مش غالي لو هتعمليه في البيت فهو لبن وعسل ولمون لو هتعمليه سعي مع مع رز مطحون يعني ربع معلقة رز مطحون مع لبن مع عسل مع لمون معلقة 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 وبتدرى بيهم في بعض وبتبتدي تدعاكي بيهم بعض ده لو انت عايزت تعمليه في البيت لو مش عايزت تعمليه في البيت ممكن تجي بيه من الصيدلية بتبتدي بعد ما بتاخدي شواء من المسك الترمس وبتنزليه منه على جسمك بتعودي أبع ساعة تاني مع نفس المسك بتاع اللبن وبرضه بتسيبيه أبع ساعة وبعد كده بتشتفيه بناجع بعد كده بنعمل مسك طمي مغربي بناخد الطمي سواء خام أو مضروب بنزوده بمية المواد وبنبتدي نشد بيه جلد طب المسك الأولاني إيه فايدته بتاع الترمس مسك الترمس بيفتح البشرة بيشيل الهالات السوداء تماما لو عملتيه مرة واحدة في الشهر بعد الجواز تمام قبل الجواز مرة كل أسبوع لو خلاص مفيش معيد ولازم تخلصي بسرعة أن أنت تجهزي جسمك فأنت بتعمليه مرة كل أسبوع مسك الترمس بيفتح البشرة وبيشيل الهالات السوداء ومن الأماكن الحسيسة وبيفتح البشرة كلها وبيخليها لمعة ونضرة وبيفتح المسين مسك اللبن بيخلي البشرة راتبة ونعمة وجميلة المسك بتاع الطمي المغربي بيشد الجلد وبيلمعه فأصبح أني أنت طلع ولا هيفقوع به تماما فالدنيا كده بقيت تماما خلاص عملنا المسكات لجسمنا فالمسك للجسم للوش للجسم كله فهو واحد اللي أنا قلته لك دوت مرتين كل أسبوع للوش ولو هنعمله للجسم كله فهي مرة واحدة بس في الأسبوع بالنسبة بقى بالنسبة بقى للهالات السوداء فأنا بقول أن يا أستاذة إحنا بنجيب كانت أستاذة سوها قبل كده معي اكترحت البطاطس وأن الهالات السوداء بتتشيل من البطاطس فده ممكن نجربه وممكن نجرب حاجة إحنا بنستعملها برضو واخدين عليها الخيار والزبادي بنعمل ماسك الزبادي وبنحط الخيارة طرنشتين الخيارة على عينينا وبنسترخي خالص علشان تبتدي الجسم يهدى والعينين تاخد الراحة بتاعتها الكاملة وأنا كده هجب لكم أكيد كل مرة حاجات مفيدة معي ويا رب تكون عجبتكم الحلقة والنهاردة بقول لكم كل السلام وانتوا طيبين واشوفكم دايما على خير وسحة وسليمة وسعادة واستنوني في الحلقات اللي جاية هجب لكم كل ما هو جديد إلى اللقاء أستودعكم والله مع السلام